دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خلال اجتماع لمجلس الأمن الاثنين قادة هذا البلد إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وقال سلامة خلال اتصال بالفيديو مع المجلس من الضروري تحقيق تقدم في العملية السياسية بدون أن يعطي أي مؤشر على جدوى زمني للانتخابات وأضاف في حين يجب إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بليبيا فإن الظروف المناسبة ضرورية مع جولة جديدة من تسجيل الناخبين والالتزام باحترام النتائج مسبقا وترتبات المالية والأمنية وعبر سلامة عن أسفه لأن وجهات النظر الليبي يتتباعد بشكل جدري حيال مشروع الدستور الجديد ففي حين يدعو البعض إلى تغنيم استفتاء مباشر فإن آخرين لا يوافقون على النص ويطالبون بتعديلات كما أن البعض يدفع باتجاه العودة إلى الدستور السابق والمطالبة بضمنات محددة مؤكدين أنهم سيعارضون بشكل قاطع تغنيم الاستفتاء من جهته قال السفيل الفرنسي فرانسوار دولاتر الوضع الراهن غير مقبول واحترام الإرادة الشعبية المؤيدة للانتخابات أمر يعود إلى السياسيين الليبيين بدورها قالت نظرته الأمريكية نيك هيلي يجب على القادة الليبيين المشاركة في العملية الانتخابية واحترام إرادة الشعب الليبي وأضافت منذ عام 2012 تبرعت الولايات المتحدة بأكثر من 32 مليون دولار للتحضير لانتخابات وكتابة دستور جديد لليبيا وحضت المانحين الآخرين على تقديم مال لمنظمي الانتخابات وكان سلامة قد تقدم بخطة العمل من أجل ليبيا والتي تتضمن ثلاث مراحل تبدأ الأولى منها بإجراء تعديلات محدودة على وثيقة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخارات 2015 وتنطلق الثانية من الدعوة للمؤتمر الوطني الجامع بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في البلاد وتنتهي المرحلة الثالثة بإجراء استفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي 2018